وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت الله أكبر ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب جل الله جل وعلا أهل الإيمان الآن بعدما كان قبل قليل أهل الكفر والزيع والضلل بالمنسونية في الشمال وهذا يحيلنا على أن فئة مسلمة كانت معقودة مربوطة مصفة داخل البدن وهذا يجل بطل الله تعالى تجليد تاما واضحا لا يحتاج إلى شك أبدا أن ما ينفع البدن في الرقية من وعظ وبيان بطل الله جل وعلا يذهب سودا بعدما ينقطع عن العلاج لأن الكبير لازال قابعا في الرأس والدماغ وهذا ما يبين تسلط الوسواس والعصبية على الزوجة بعد الانقطاع عن العلاج حتى وإن أسلم من أسلم في البدن أثناء الجلسة وهذا ما يظهره ويجليه أثناء الرقعة وذكر الشيطان والسحر القوي العظيم أنه يرفع رمز توحيد الشيطان أي رمز الماسونية في الشمال وبعدما نعب بفضل الله بالقرآن ينتفع أهل القبلة والإيمان من أسلموا قبل جلسات في البدن فالآن يرفعون التوحيد لأنهم الآن بفضل الله كانوا محرروا بفضل الله وتقوى الإيمان ولكن إذا استمر الأمر على هذه الشاكلة فدائما يقمر بين أخذ وجد فلابد من الوصول إلى قوي كبير وهو الذي يتزعم القوة ويتزعم الإرادة ويتزعم الحركة ويتزعم الحب فيقيد كل شيء بل وله سلطة حتى على من أسلموا وآمنوا بأسرار يعلمها الله سبحانه وتعالى ثم يعلمونها بكفر وبسحن وبعقد نعم داخل البدن فلابد أن يرى ون يعلم والزوجة أيضا لا زال من في البطن يقيدها فلما كنا بفضل الله تعالى في الرقعة مال التوحيد إلى الأرض مع نظر قوي وتخبطات ترى عيانا في البطن والرحم وهنا يتجلى أن الأمر بين زوجين اثنين قابع فيهما يعطي عهدا ووعدا على أن لا ينفك حتى يفرق بينهما أو يجعل الضنك والشقاء في حياتهما وهذا جلي ظاهر بفضل الله تعالى ونواصل السير الآن بفضل الله تعالى نصي إلى ذاك الخبيث أو أسأل الله تعالى لا يكون خبيثا سأل الله جل وعلا بطيب أنفاسه وقلبه عقله وأن يأتي إلى الله جل وعلا سالما مسلما مسالما طائعا لله سبحانه وتعالى فأقولها لله عز وجل كما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير أقبل أقولها لله جل وعلا يا باغي الخير أقبل الله أكبر فالحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا عضيت ولك الحمد بعد الرضا إني أشير الآن إلى الخنزير النصراني إني الآن أشير إلى الخنزير عن نصرانك نجعلها بإذن الله تعالى حربا وأوصل السهمة بل أوصل الرسالة قبل هذا الرسالة بإذن الله الرسالة الآن بإذن الله الرسالة الآن لمن لمن أسلم لله تعالى أما كنتم قبل قليل أما كنتم قبل قليل في سجنه في حبسه في عقديه في كفره في ظلمه وشره وسواله فاسلموا أوجبه عشر الجن يريد أن نقلب الأمور بإذن الله العز وجل الآن وأنت ينطف ضيبة بقوة الآن بإذن الله أظن أن لا يقدر عليه حارب الله عز وجل حارب الشاب في استقامته وسلميته نعم حاربه في عفته ودينه وحارب زوجه في خمالها ونقابها أراد أن ينفك أراد أن ينفك أراد أن ينفك عن العقيد وعن الدين وعن العفة وعن الأخلاق أراد أن ينفك عن الحب وعن الزوجة وعن التوحيد صحب لا صحب لا فعي بإذن الله الآن بفضل الله قوة الآن بإذن في اليمين يفعون التوحيد عاليا في اليمين بإذن الله جل وعلا التوحيد الآن يفعون عاليا بإذن الله تعالى في اليمين عاليا أي يا باري الخير يقبل ولدو أن نسمع الآن بإذن الله تعالى الآن رحيت بإذن الله أن القيب فكت وحلت وأنه لم يعد يقدر على رفع الشيطان رمز الشيطان لكن حتى تضعين النفوس والقلوب نريد أن نسمع منكم أشهد أن لا إله إلا الله نسمع أشهد أشهد أنتم أقوى من كلب ومن خنزير ومن حية وثعباء ومن قرد قالوا يقول له يرفعون التوحيد وهو يقول لا ليسوا أقوى مني صحا لا هم يرفعون التوحيد لن يستطع أن ينزل التوحيد التوحيد عاليا ولكن الرأس يقول لا فهو من يتكلم في الرأس لأنه يسكن الرأس ماذا يقول ليسوا أقوى مني إذن يستطعون يرفعوا التوحيد فلن يغربوني أبدا ولن أجعلهم ينطقون أبدا صحا لا وانا ماذا علينا نصنعيبان الآن صعود اثنان دفعة واحدة الكبير ترأس يقول ها أنا الكبير لن يتكلموا والتوحيد هكذا وهكذا والتوحيد عالي ما ستطعون ينزله لأنها تكت قيود المسلمين في البدن ولكن هو الآن صعب يعمل هكذا بمعنى ما غير تكلموش لن يتكلم أحد عن أقواغهم حتى وإن خرجوا عن طاعتي وخرجوا من قيودي وساعدتهم يا شيخ لكن لن أجعلهم يتكلمون أبدا يلآن تزدد حرك يتشبث بآخر حبل وبآخر خير مفهوم لأنه يسكن أين يسكن على النافوخ والناصية والقافية والدماغ والرأس وأقولتها لكم الأقوياء الأشداء في الرأس في القرار في المصير في الإرادة في الرأس الرأس وما أبراك من الرأس صحب لا صحب لا إذن ماذا علينا أن نصمع وهو يسكن الرأس باش نجيبه من شار باش نشقه الرأس ونخرجه ونعملو صنارة ونشبدوه هو في الرأس أين عموه في الرأس أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير إذ يقول لصاحبه لا تحزن هذه الكلمات قبل أن أبدأ التسجيل هي التي عشت مع نفسي ومع الإنس والجن في كنفها والغوص فيها فجل الله الشيطان ثم خاف ثاوى خانسا وصعد أهل الإيمان وأعجب ربي حينما أعيش في آيات مردانها مع الجن فتستشعرها وتحيا بها والله الأثير فسوها حينما تخرجها من عمق ومن القلب وتعيش في تفسيرها وشرحها وسيرتها والجن تأخذها بالرضا سبحان الله فتحل قلودها أو يعذب أعداء الإسلام في البدن نعم بيّنت بشكل يسير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ولحينما أقوله الآن التوحيد عاليا والآخر يقول لنعم الله معنا الله معنا وفي نفس الوقت حارك الآخر يقول لا لا أرد المعيّة لا أرد يكون الله معكم لا أرد النصر سبحان ربي ونسن أبدا قليل التوحيد التام بإذن الله عز وجل نعم أيها المبارك أيها المباركة حينما تقرأ وتسمع القرآن عش معه وكن على يقين أنه صالح لكل زمان ولكل مكان عش مع القرآن كأنه تنزل لأول وهلة ولأول مرة نعم إذ يقول لصاحبه حينما كان الأعداء يبحثون عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكانوا يبحثون عن رفق الدرب بكر الصديق رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه وأمام ممك بأعداء طوقك وداخلك وحولك وثحتك أنت لا تعلمه الله يعلمه نعم عش مع آية وعظمها وكررها الله عز وجل يجعل لك الشفاء والمخرج بها اسمع النبي المرسل إلى الله يوحى إليه من الله عز وجل النبي الأمة الطيب المبارك الجميل الأخلاق والشمائل والفضائل والتوحيد التان والتقوى ذاك النبي محمد ابن عبد الله الذي يشعل له بالخيرية وبالنور التام معه أبكر الصديق نعم أعظم رجلان وضعت قدامهم في الأرض أي نعم لو وضع إيمان الأمة في كثة ووضع إيمان أبكر في كثة لرجحت كثة أبكر رضي الله تعالى عنه وعطه ومن خلده من معه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصحبة الصحبة الرفقة الرفقة نعم ويقول لصاحبه يرى محمد العبد الله في قلبه وفي بصري الذكر كأنه كاد أن يزع وكان أن يفزع مع إيمانه وثقوه يخاف ويخشع على محمد العبد الله أن يصيبه مقروب أو يصيبه سوء نعم لو نظر أحدهما يعني يمين أو شمال سيرانا أكيد سوف نرى الأعداء حولنا بعدهم وتعدادهم بخلهم ورجلهم وإحلاس لحا معنا ونحلقين لهم ضعاف لكن كلمة القوة والتوحيد نزلت بردا وسلاما لا تحزن يا أبكر إن الله معنا أما خرجنا في سبيل الله فإن الله معنا أما ننصر دين الله فإن الله معنا أليست مواقفنا لله فإن الله معنا تأملها تأملها فيك ما فيك من أعدائك فيك فيك من الجن والشياطين والأبارس لكن الله تعالى حشاه يتخلى عنك وأنت بإيمانك وطيبتك وأخلاقك بتوحيدك وعطائك وصفائك ونقائك حشاه يتخلى عنك فإياك أن تجزى وأن تظن أن ربك سوف يتخلى عنك أما أعطيت لله أما ذكرت الله أما خشعت ودمعت لله أما دعوت طاعة لله كنت حريص عن إسلام الله أعتظن هذا يذهب السوداء؟ أبدا أما كنت حريصا أن تكون موفقا مسددا أما كنت حريصا أن تكون تقيم لقيئا كنت بفضل الله تجاهد نفسك ما فيك من الابتلاءات والفتن والمهن والكروب والهموم الأحزار والجن والشياطين والعيل أسقام والعين والحزب والسفري ومع ذلك تجاهد نفسك أن تكون موفقا قد تزل القدم لكن تعود المموضة إلى الله والتشمير والسرع والسرع إلى الله عز وجل والله يطرح بتوبتك ويطرح بسيرك ويطرح بعزمتك وهلمتك هذا عندي ما ثبطته الجن هذا عندي ما ثبطته الشياطين هذا عندي ما ثبطته أرشيف المغلدين وأفعال المنافقين وأقوال الكافرين وسح الصحة والمشعوذين ما ثبطته أبدا بل دائما يعزم عزما أكيدا أن الله تعالى معه ويظن بعبه ظنا جميلة يظن بعبه ظنا جميلة أنه يشفيه ويكفيه ويأنيه ويغنيه ويرزقه ويسعده فالله تعالى إن حسن ظنه به مع ما التكالب الأعداء إلا أنه يرى بفضل الله تعالى بنغي البصير تلاب والبصر فقط أن الله تعالى تهد من يسعده ودائما سبحانه تعالى يقل أفرته ودائما سبحانه يجبه كسره ودائما سبحانه جل فعله يرزقه ودائما سبحانه تعالى يشفيه ودائما سبحانه جل وعلى يعي قدره لما؟ لأنه مع الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا أقولها بيقين تام إذا كان الله معك فلا تحزن لكن أهل الله جل وعلا معك كن مع الله يكون معك وأن تكون مع الله يحتاج إلى عمل إلى تشمير والسيء إن الله لا يكون بالأقدام بل يكون بالقلوب لا بد أن القلب يؤخد عليه عقيدة صحيحة لا يزيغي لا يبيع دينه بعرض للدنيا قليل من يبيع دينه من أجل الدره والدنار فلا إيمان له من يبيع دينه من أجل منصب فلا دين له من يبيع دينه من أجل شهوه فلا دين له من يتاجر بدينه عناده فسقا فلا دين له الذي يعقل قلبه على تقوى الله ورب لا يبيع دينه ولو غل بالمناشير الذي عقد قلبه أي أشرب الدين بحق لن يصبع أن يتخلى عنه وهذا الفرق إذا كنت على هذه المنازل والمرادب فافقه أن الله عز وجل أحبك إعلم أن الله أحبك إن الله يضع يضع سبحانه بحكمة بحكمة بالغة الفتن كي تتعرى الحقائق والتجلى إعلم بارك الله فيك ابتلاؤك هذا ليس بأبثا وليس من الله منك يعني انتقاما حاشه سبحانه وتعالى ولكن هلم ليرى فيك ما يريده الله عز وجل ما للمصيبة تقضو على العبد إلا ليعلم أنها ابتلاؤه حيص الاختبار المرض الشقاء الحزن كيف سوف يكون حاله فيها هل يصبر امرأة تبتل مع زوجها كيف تصبر مع زوجها بعين وبحسب سحر هل هي ثابتة صادقة شامخة في دينها كبريائها حبها بيتها والزوج أيضا تبتل يبتل الرجل في دينه فهل يصبر على استقامته وعلى حيائه وعفته ورجولته أم يزير يبتل في ماله فهل يصبر يبقى في الحلال الطيب ويبقى في الجود والسخاع أن يتحول ويتبدل ويتغير وكل يبتلى على قدر إيمانه كما قال صلى الله عليه وسلم والابتلاءات تجل المواقف الابتلاءات تجل المواقف فإني أقولها لك أيها المبتلى كل واحد منا يبتلى والله أعلم بنوع الابتلاء الله أعلم بنوع دي قد تبتلى في والدك والدتك أخيك أختك جارك جارك في عرب العمل قد تبتلى في زوجك في زوجتك في أبنائك في نفسك قد تبتلى في مالك في صحتك قد تبتلى في أشياء تعلمها وأشياء أخرى أن تحتحير لا تعلمها نعم وكل هذا من الانتحانات التي وجب أن تسمع أن تسمع ربك جل وعلا بالقلب أنك راض بما جاء الله عز وجل فلا تحزن قال الله لا تحزن إن الله معنا إن الله عز وجل معنا لا تحزن إن الله عز وجل معنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن الكعصاك 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 فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق فوقع الحق فبطل ما كانوا يعملون فغلبوا نالك وانقلبوا صابرين ألقي السحرة ساجنين قالوا آمننا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله يبطل كل سحر معقود قديم 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 بسم الله 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 يبطل كل سحر معقود قديم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر معقود قديم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر للأزواج قديم يبطل كل سحر للأزواج قديم يبطل كل سحر للأزواج قديم يبطل كل سحر للفراق قديم للموت قديم للشتات قديم للفراق قديم للموت قديم للشتات قديم للفراق قديم للموت قديم للشتات قديم للأمراض المستعصية قديم للشتات قديم للطلاق قديم للشتات قديم للطلاق قديم للشتات قديم للطلاق قديم للأمراض قديم للموت قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم معقول بإحكام قديم مربوط بإحكام قديم مدفور بإحكام قديم جال 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 في الراس قديم شيطان في الراس قديم جال 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 في الراس قديم شيطان 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 في الراس قديم ساحل في الراس قديم ساحل في الراس قديم ساحل في العهد والوعد قديم ساحل في تبحي والتام 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 قديم ساحل بالعثار بالعثار القديم ساحل باللباس باللباس القديم ساحل بالبخور القديم ساحل ساحل بالجاسات القديم ساحل ساحل بالفواحش القديم ساحل ساحل بالزينة والجمال القديم ساحل 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 في الرأس القديم ساحل ساحل في الرأس القديم شيطان ساحل قديم شيطان ساحل قديم شيطان ساحل قديم في الرأس ساحل قديم في الواسي ساعة القديم في الشيخ الشي مالي قديم شيطان 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 قديم شيطان ماليد 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 شيطان 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 ماليد شيطان 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 ماليد اشتركوا في القناة 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 كبير محرك كبير يهود اشتركوا في القناة 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 بسم الله 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 نسأل الله أن لا نظلم وأن لا نظلم نعوذ بالله أن نظل أو نضل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نجل أو نجل علينا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته حتى يبقى في حفظ الله عز وجل الله قولها معشر الجن والإنس عند كل خروج من الباب اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل وأعوذ بك من أن أزل أو أزل وأعوذ بك من أن أظلم أو أظل وأعوذ بك من أن أجهل أو أجهل علي هذا دعاء النبي إذا خرج من بيته انظر ماذا كمما كان يستعيذ بمحمد مع أخلاقه مع إيماله مع تقواه لربه يسأل ربه أن يجنبه يجنب هؤلاء الصفات هؤلاء يعني من إذا ضاقت بالإنسان أو بالجان لا يشك أنها تزاحم نفسيتها وتزاحم خيرها وبرها وصدقها وصفاءها فنعوذ بالله من هذه الصفات ألا نراها نعوذ بالله ألا نقربها اللهم إني أعوذ بك من أضل أو ضل أو أزل أو أجهل أو أجهل أو أجهل عليه أو أظم أظم أو أجهل أو أجهل عليه الله هو أكبر قولوها معشر الجن واحفظوها ومعشر الإنس فهنيئا لمن لم يضل من ناس وهنيئا لمن ثبته الله فما زل هنيئا 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 لحو ربي وإذا تمعانها الجن وعملوا بها فوالله إن الأبداء لن ترى إلا الخير فوالله إن البنود لن ترى إلا الخير فوالله إن الأزواج لا يروا إلا الخير فوالله إن الأناء لا يروا إلا الخير فوالله سيصبح ما بين الإنس والجين بكل خير سيكون بين الإنس والجين بطل الله إن الخير 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 بين الإنس والجين نعم بل بين الإنس والإنس والجين والجين وبين الإنس والجين لا يرى ولا ينظر ولا يعلق إلا الخير بإذن الله تأمل لا من أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليك السلم بشتى صوري الأمان بشتى صوري سراء النفس والسريرة أن تستعيد بالله قبل خروجك أن تكون سلما سلاما أمنا أمانا خيرا لا تريد أن تزاحم الناس في ستهم أو في شقهم أو في عجاجهم أو حرافهم أو حقدهم أو غضرهم وتسأل ربك أن يكون يومك هذا بإذن الله بعيد عن كل هذه الصفات وعن كل هذه الأفعاد والأشخاص إذن أنت على خير فلاوت أن تحس أيها الإنسي وأيها الجني أن تسأل ربك اللهم قرب منا الخير والأخيار واصف عنا الشر الأشرار كانوا إنسا أو جنا نسأل الله تعالى الشفاء بكل دا وأن يحفظ من كل بلا وأن يصد علينا الخير صبا صبا وأن لا مر بأسا ونسأل الله تعالى أبطل أعمالنا وأن يحسن أعمالنا وأن يزلقنا السعادة إنه يذلك القادر عليه اللهم صلي على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على مصرين والحمد لله رب العالمين